بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله ربي بكل حمد يليق بعظمته ولاله وكثرة إفضاله على كل نعمة صدرت لي من خزائن هباته أو لأحد من مخلوقاته ولا سيما واسطات قلادة نعمه وباكرة تمار كرمه سيدنا وحبيبنا محمد الذي أنعم الله به على الخلائق أجمعين وأرسله رحمة كبرى للعالمين وهديه به إلى دينه الدين الإسلام القويم وإلى صراط الله الصراط المستقيم والذي قال في حقه سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين ومنحه جميع الفضائل وفضله على كل فاضل وقال وكان فضل الله عليك عظيم ومثل ما ميزه بفضله خصصه الله بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي اللهم صلي وسلم أفضل صلواتك وأنفعها وأشملها وأوسعها وأجملها وأجمعها وأحسنها وأبدعها وأنورها وأصطعها وأكملها وأرفعها وأعلاها مكانة لديك وأحبها من كل الوجوه إليك مشفوعة مشفوعة بسلام منك يماثلها لا تفضله ولا يفضلها صلاة صلاة وسلام يصدران من فيض فضلك صلاة وسلام يصدران من فيض فضلك الذي لا ينفد ويتواردان على أحب عبيدك إليك أبي القاسم سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك فيما كان بغير بداية وفيما يكون بغير نهاية لو قسمت جميع العوالم إلى أصغر أجزائها لنفذت قبل نفاذها وما بلغت عشر معشار أعدادها تتوالى عليه في كل لمحة تتوالى عليه في كل لمحة مستكبلة فضلها مضروبة في مجموع ما قبلها حتى تصاحب صوابق الآباد وتعجز عن لحوقها جميع الأعداد تفضل جميع الصلوات صلاة تفضل جميع الصلوات كفضل سيدنا محمد على جميع المخلوقات وعلى آله وصحبه أجمعين وكل من دخل تحت حيطة دينه المبين أما بعد أما بعد أيها الفضلاء الأعزاء الكرام الأحباب العزيزين الأعزاء على قلبي اعلموا أنه قد أجمعت الأمة استنادا لكتاب الله وأحاديث رسوله وأقوال العلماء وأخبار الصلحاء على أن الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أفضل الطاعات وأنفع العبادات ولذلك أيها المتتبعين الكرام اعتنى العلماء في شأنها فألفوا فيها الكتب والرسائل وبينوا ما لها من الفوائد والفضائل اعلموا جيدا حفظكم الله أن كل كلام أن كل كلام لا يذكر الله تعالى فيه فيبدأ به وبالصلاة على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أقطع أقطع ممحوق من كل بركة إذا لم يبدأ بالكلام بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد الله يعني تحمد الله والتصلية على سيدنا محمد فذلك الكلام يكون أقطع ممحوق من كل بركة لا بركة فيه إذ لماذا لأنه هو الواسط بين الله تعالى وبين العباد محمد صلى الله عليه وسلم هو الواسط بينه وبيننا وجميع النعم الواصلة إلينا التي أعظمها الهداية للإسلام إنما هي كل هذه الأشياء ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يديه ببركته وعلى يديه سمعوا جيدا هذه الفوائد التي لا يعطيها لكم أحد ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس والقيام برسم العبودية بالرجوع لما يقتد الأصل نفيه فهو أبلغ في الامتتال ومن أجل ذلك كانت ولا زالت فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أعمال بجميع الأعمال لأن قولنا إذا قلنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد هو اشتغال بحق محمد صلى الله عليه وسلم وأصل التعبدات هو أصل التعبدات أن لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالاشتغال بحقه سبحانه والاشتغال بماذا؟ بالصلاة على سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبلغ أبلغ في امتتال أمر الآمر بها بمتابة أمر الله سبحانه وتعالى للملائكة بالسجود لأبينا آدم عليه السلام فلما سجدوا فكان شرفهم في امتتال أمر الله تبارك وتعالى وكانت إيهانة إيهانة لمن؟ لإبليس اللعين لعنه الله في مخالفة أمره سبحانه وتعالى والامتتال لأمر الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ينتهي كلام الشرح فجعلوا الصلاة على رسول الله بمنزلة سجود الملائكة لآدم عليه السلام اعلموا أيها الأحبار أن بين السجود لآدم عليه السلام والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بينهما فرقا ظاهرا لأن السجود لآدم هو في صورة العبادة له وأما الصلاة على الحبيب محمد فليست كذلك بل فيها ذكر الله عز وجل بلفظ اللهم اللهم هذا ذكر لله هو الأول اللهم صلي فهو الله هذا الذكر وإعرابها لا يمكن فكلامي لا يوجه إلى كل من هب وذب الذين لا يفقهون في اللغة العربية شيئا وذلك من أجل حكم مشروعة من أجل حكم مشروعة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لأن لا يدعي فيه بعض الناس الألوهية كما الدعية في بعض الأنبياء وغيرهم فإظهار احتجاجه لله تعالى بطلب صلاته وسلامه عليه مانع من ذلك وقد حماه الله سبحانه وتعالى من أن يدعي أحد من الناس فيه الألوهية مع كترة فضائله الظاهرة ومعجزاته الظاهرة التي لا تعد ولا تحد وقد ادعوها في غيره من أنبياء وغيرهم مما لا مناسبة بين فضائلهم وفضائله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى علي وأعلم بذلك أما الآن أيها الكرام الأعزاء دائما أقول وعلى الله حسن القبول أن هذه القناة الرائدة في الروحانيات فهي قناتكم أنشأتها لأنشر لكم العلوم الروحانية الربانية التي تخدم البشر على اختلاف أجناسهم وأديانهم وألوانهم وألسنتهم كما وهي بالمرسلات واليوم لكم عمل جيد لنجاح الأمور كلها تقريبا بلا محال وهو أن ترسم هذين الجذولين المتلتين بطادين سهاجين وهو بالحروف وبالأرقام بالحروف وبالأرقام بينهما بينهما الطلسم السليماني المعروف هو والميم هنا تكون طميس انتبهوا الميم لا يكون عندها مفتوحة هنا تكون مطموصة نسميها مطموصة وهذا الطلسم كذلك ويحاطب هذه الدعوة بحق جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليه السلام وبحق موسى بن عمران عليه السلام وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم مذهب وجنوده ومر وجنوده والأحمر وجنوده وبرقان وجنوده وشمهروش وجنوده وزوبع وجنوده وميمون وجنوده بمعاونة على قداء حوائج كلها ونجاحها بحق الله عليكم وقوته بحق الله عليكم وقوته أن تطويها وتحميلها تبخرها تكون مكتوبة بمداد طاهر في ورقة وتطويها تطوي هذه الورقة وتعلقها على دراعك الأيمن إذا علقت على دراعك الأيمن تكون على طهارة وتكون أديت بعض الركاعات لله عز وجل لكي يستجيب منك ويقضي حوائجك فهذا المتلة هذه الطريقة لتنجح لك الأمور في التنزيل في المحبة في التحصين في الكتابة لكي لا يدعي أناس ويقولون عملت وعملت وعملت ولم تنجح معي فهذا إذا كتبت بدون تنقيل انتبهوا بدون نقاط هذا النقاط بحقي أنا كتبت وإن كانت حروف مفرقة كان أفضل بدون تنقيل وهذه خمسة بما تبت تكون مسطرات لا زيادة فيه ولا نقصان تكون خانات متساوية أنا سطرتهم بالقلم بسرعة لكي أعيد بحق جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام وبحق موسى بن عمران عليه السلام وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم مذهب وجنوده ومر وجنوده والأحمر وجنوده وبرقان وجنوده وشمهاروش وجنوده وزوباء وجنوده وميمون وجنوده بمعاونة على قداء حوائج كلها ونجاحها بحق الله عليكم وقوته وتحمل هذا على ذراعك الأيمن فأيو عمل روحاني فعلته ينجح معك كنوا على على يقين من هذا صلي اللهم وسلم وبارك وأنعم وتفضل وتكرم على سيدنا محمد النور الداتي والسر السار في سائر الأسماء والصفات وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلينا معهم كذلك يا رب العالمين رب اغفر لنا واحفظنا من الأمراض والزلازل والبراكين والعلل احفظنا احفظ ولادنا وبنيتنا وبلدنا وجميع الإخوان في أينما حلوا وارتحلوا سبحان ربك رب عزتي عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام اشتركوا في القناة